السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 29 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الجوزاء الساعة 9 و 27 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بعدها بدو ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 3 و 19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و 24 دقيقة من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهنا منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأعمال الأورام الأسحار وأيضا ما برضو في هاي الفترة يعني من الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد القمر الآن بما أنه موجود في برج الثور لغاية ساعات المساء فمنقول أنه يعني منكون اليوم أكثر حذرا من ميلة حماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون قوين عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفان أكثر المستفيدين أو من اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيبدأ عنا قلو المسار وبيستمر لغاية الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الجوزاء عشان هيك نبدأ نشعر من ساعات المساء بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنا دي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعة المساء عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر راح يستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ الساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره أربع وعشرين يوم الآن الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيصير بداية الخمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يضل في الجوزاء ليوم واحد ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة خمس وستين في المية أما ساعات العصر منتحس بنسبة 100% ساعات المساء المتأخرة منتحس بنسبة 75% عطارد في العذراء حتى يوم 5-8 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات المساء منتحس بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 9-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم أيضا بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة من الآن وحتى ساعات المساء وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي أو يكون عندك زيادة في المصاريف أو صرف الأموال فبدك تكون حذر وإحذر من النصابين والمحتالين أما من ساعة المساء بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار لأجواء إيجابية على المستوى العاطفي وعلى المستوى الاهتمام بالتنقلات وأيضا بالسيارات والتكنولوجيا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي من الآن وحتى ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك وبتنشطوا بالمسائل المالية سداد فوتير أو دفعات ولكن قلل من المشتريات قدر الإمكان برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فإذا هذا النهار بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات المساء هنا بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي رح تكون فترة مميزة واستثنائية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعة المساء ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته حاول ما تفرض سلطتك على أصدقائك وحاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعة المساء لأنه في ساعة المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فرح تدخل فترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا يترهنوا على الحظوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعة المساء بضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أما من ساعات المساء ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم أو التأييد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيظل التركيز على السفر والاتصالات والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتنجحوا بالدراسة والامتحانات ولكن ما تعتمدوا إذا عندكم امتحان على الحضوظ خلال هذا اليوم وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما في ساعة المساء بيصبح الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وما في داعي للمغامرات أو المجازفات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعة المساء بيظل في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أما في ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير واضحة تماما وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتظل فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبغسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن احذر من المواجهات والنزاعات مع أي شخص طاقتك ضعيفة ما زالت لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتتغير الأوضاع بتمنحكم فرصة لمكسب مالي أو اهتمامات بمسائل مالية تتعلق ببنك ضريبة تأمين أو شيء له صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة لبعض الرعاية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة ما زالت لإنجاز الكثير من أعمالكم من الآن وحتى ساعات المساء ولكن بتكون تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وحاولوا إنكم ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم بالعمل أما من ساعات المساء بصير القمر مقابلك تماما فهي فترة مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن ماذا كتحاذر الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغناء عنها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات المساء وبوسعكم ممارسة نشاط فني وتعتبر هاي الفترة ما زالت ممتاز جدا للتقارب من الأحبة أو ممارسة هواية أما في ساعات المساء ورغم تراكم العمل إنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بدكم تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وتنتبهوا لصحتكم أكثر وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعة المساء ممكن يكون في حدث عائلي أو مناسبة أو خبر أو عطل منزلي فهذا الشيء يشغلك عائليا خلال هذا اليوم أو يوترك أما في ساعات المساء بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني يطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبالظل فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة مع أخ أو جار فترة جيدة للتسويق للتجارة للتنقلات للاتصالات وبعضكم ممكن يهتم بسيارته أو بأجهزة إلكترونية أما في ساعات المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شنو ما تسمح لعوطك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالإنزعج هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر